وفي القاهرة تتوصل الدورة التدريبية حول دور الصحافة في صنع السلامة يشارك في الدورة أربعون صحفيا وإعلاميا يمنيا تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى للمتواجدين في القاهرة والمجموعة الثانية التدريب عبر الانترنت لمن هم في اليمن أو دول أخرى على مدى ثلاثة أيام يناقش المشاركون مواضيع متنوعة منها صحافة السلام أو صحافة الموبايل أو السوشيال ميديا وتحقق من صحة المحتوى على الانترنت بالإضافة إلى كتابة القصص الإنسانية وسلامة مهنية للصحفيين